ثلاث ملفات مهمة جداً كانت موجودة وتمت مناقشتها بالأمس هناك ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي وتبادر التجاري ما بين الدولتين ووضع الجالية المصرية الموجودة هناك لا تسهم في عملية التنمية في السلطنة هناك ملف آخر متعلق بالانفتاح العربي على إيران وده ملف غاية في الأهمية بالإضافة أيضاً إلى العلاقات بشكل عام بين مصر والسلطنة وتأثرها على القضايا المختلفة والشائكة الموجودة في تسويت قضايا المنطقة بشكل عام لكن عايزة أعرف من حضرتك همية هذا التوافق وانعكاساته على تحقيق رؤية الدولتين رؤية مصر 2030 ورؤية السلطنة التي وضعها سلطان قابوس 20 أربع عايزة أقول لحضرتك حاجة يعني يمكن من ضمن ملفات لحضرتك ذكرتها ملف مهم جداً وهو العلاقات مع إيران السلطنة ما يميزها في علاقاتها أن هي عندها توازن شديد جداً في العلاقات مع كافة دول المنطقة يمكن ده بيبقى مدخل مهم جداً لأزمات كثيرة لإجاد حل لها ده بيخلينا نقف عند نقطة مهمة جداً وهو أنه فيه أزمات ضربت في منطقة العربية خصوصاً منطقة الخليج العرب كانت عمان لها دور كبير جداً في حل هذه الأزمات أو حل حالة هذه الأزمات ده بالإضافة لنقطة مهمة مصر بتحرص بشكل كبير جداً على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لأنه ده مبدأ أساسي في الدبلوماسية المصرية نفس المبدأ موجود فيه عمان عمان بتحرص على أنه الشعوب تنعم بحالة من الاستقرار والسلام عشان تحقق تنمية حقيقية تطابق الرؤية دي في هذا أو في هذا الإطار بيخلينا دايماً العلاقات ما بين مصر وعمان من العلاقات القوية والمتجزرة نيجي لنقطة تانية وهو الملف الاقتصادي الملف الاقتصادي أصلاً في العلاقات بين مصر وعمان مش في الفترة أو في العصر الحديث فقط نعم لا ده هو ممتد الفترة طويلة جداً يمكن بنقول لأكتر من 3000 يمكن السيد الرئيس تحدث عن هذا الجزء بالذات وقال إن احنا امتداد العلاقات الاقتصادية ما بين مصر وعمان من أكتر من 3500 سنة البعض يعني ممكن ما ياخدش بياله من النقطة مهمة جداً إحنا مصر قديمة لما كانت بتقوم باستيراد اللوباني من عمان اللوبان ده بيدخل في صناعات طبية كتيرة جداً ولذلك إحنا لما نشوف حجم التبادل التجاري بين الدولتين هو اللي يخلينا نقول إن الملف الاقتصادي بين مصر وعمان ليه وصل للمرحلة اللي احنا شايفينها نحن بنقول عليها إن احنا النهاردة حجم التبادل التجاري بين الدولتين وصل لحوالي مليار ومئة مليون دولار في 22 وده حصل يعني حقق زيادة كبيرة جداً حوالي 64% عن 2021 وده برضو بيرجع ليه يمكن الزيارة اللي قام بيها السيد الرئيس في يونيو 22 لسلطانة رومان ويمكن دي برضو كانت أول زيارة ليه لسلطانة رومان بعد تولي جلالة سلطان حيسر في زيارة 2018 تقريباً دي كانت في فترة زيارة سلطان قابوس رحمة الله عليه خلينا أقول لحضر لك إنه بعدها اتكون المنتدى رجال الأعمال المصري العماني واللي يمكن اجتمع في يونيو 22 والنهاردة في اجتماع لهذا المنتدى هذا الحجم أو هذا الزخم من العلاقات الاقتصادية بيعبر لنا على قد إيه فيه تعاون كبير بين الدولتين خصوصاً إنه يمكن كان فيه عدد من الاتفاقيات تم توقعها في الزيارة السابقة حوالي اتفاقيتين وست مذاكرات تفاهم شاملت قطاعات مختلفة سواء التعليم سواء الرياضة المالية التبادل الجمارك الضرائب يعني فيه ملفات تم فتحها والتحرك عليها لما نعرف إنه أكتر من 700 شركة مصرية موجود لها أفرع في عمان فده برضو يورينا قد إيه حجم العلاقة الاقتصادية ما بين مصر وبين عمان في هذه المرحلة ويمكن النهاردة برضو هيكون فيه عدد من مذاكرات تفاهم والاتفاقيات هيتم توقعها